سلمت قلبي يا ربي لتعسله رفعته لك من خوفي فأنت لو السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب حلقة جديدة مع بداية يوم جديد بنعرض لكم في هذه الحلقة مشاهد حصرية مذهلة ركز معانا وتابع الحلقة النهاردة من أولها لآخرها لأن احنا عندنا في المقطع رقم أربعة اللي هنعرض عليكم شيء مذهل جدا مقطع وصل إلي بالأمس عندما تكلمت عن موضوع الإرجاف وأهل التشكيك في موضوع المروج والأنهار تم إرسال مقطع لي بالصوت والصورة هعرض عليكم في منتصف الحلقة تابعونا وتابع هذه الحلقة من أولها لآخرها تعالوا نبدأ مباشرة مع أول مشهد من المشاهد اللي بتباين لينا التطور الكبير الذي حدث في أرض العرب مقطع فيديو بدون صوت زي ما احنا شايفينه مشهد الجمال مع مشهد الجبال والظهور مشهد بديع جدا ومشهد رائع جدا بيبين لنا بوضوح أن أرض العرب تعود مروجا وأنهارا رغم أنف المنكرين والمشككين مشاهد لا تحتاج إلى تعليق تعالوا مباشرة ننتقل إلى المقطع الثاني أو المشهد الثاني مشهد الخضرة والخضار على مساحات شاسعة مد البصر مشهد رائع جدا بيبين لنا كيف هو التحول الذي يحدث الآن في أرض العرب في وسط تعتيم كامل للمشهد وإذا تطرقوا للمشهد يقولوا إيه عارض ممطرنا للأسف هذا هو ما يحدث الآن تعالوا مباشرة أيضا علشان ما نطولش عليكم ننتقل للمشهد الثالث ألا وهو جبال مكة قبل وبعد طبعا مشهد مذهل بيبين لنا جبال مكة قبل المروج والأنهار وبعد المروج زي ما بيظهر أصدنا دلوقتي هذا المشهد زي ما أنتوا شايفينه جبال مكة أبل صحراء جرداء قاحلة ما فيهاش أي مقومات من مقومات الحياة وعلى النقيض بعد إيه بعد سقوط الأمطار والسيول والكلام دوت لقينا شكل جبال مكة بهذا المشهد وده طبعا الطريق بتاع إيه طريق مكة المدينة طريق الهجرة وجبال مكة المشهد المميز لمن ذهب إلى أرض الحرمين تعالوا بقى ننتقل لأهم مشهد في هذه الحلقة وعايزكم تشوفوا هذا المقطع جيدا وهو حوار دار ما بين ناس من سكان المملكة السعودية أرض الحجاز بلاد الحرمين بيسألوهم بيقولوا لهم رأيكم إيه في اللي بيحصل الآن في عودة أرض العرب مروج وأنهار وهل هذا المشهد سبق ورأيتموه من قبل ولاحظ معايا دولناس كبار في السن يعني أقل واحد فيهم عنده خمسين ستين سنة تعالوا نشوف مع بعض هذا المشهد الهام جدا أرجع لكم إن شاء الله بعد ما نشوف ونعلق تعاليق إن شاء الله يكون مهم مساكم الله وبالخير بشأن الله يمسيك بالنور حانتكم الرحم ومبروك الخيرات والربيع يحمي أنا هناك والخير مشترك والله يحييك الله يسلمك ويطول بعمرك مدامكم من أهل قدير بنسألكم عن السنة هذه مر عليكم مثل هذه السنة من ربيع ومن مضر ما مر علينا زي الربيع هذا 1444 هذا وبيع التاريخ 44 سجل التاريخ ماش تقول يعني في السنة هذه أقول خير من الله والله يزيدنا يزيدنا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد مر عليكم مثل هذه السنة ما أقيل كان سنة زلة قديمة ما لحقناها ما من يوم اللهمنا فها ما يحتاج المرعة هذا خير من الله ولا مطار متواصل يا ربي لك الحمد اللهم لك الحمد أشكر الله ماش تقول في السنة هذه السنة هذه السنة التاريخ سنة للتاريخ سنة للتاريخ ما أقيد جانا إلا زي ما تفضل بتركي عام 1417 بس مو زي السنة هذه السنة هذه ماشاء الله تبارك الله المطر الحمد لله متردد علينا ولا رزاق زي ما شفت ونعم على الدينة كل الله وانت عم وشتغل في السنة هذه سنة خال ولا جبت زي أبد مرة سنة للتاريخ يعني نقول سنة 1444 للتاريخ زي ما شفنا مع بعض هذا الحوار اللي بيتكلم فيه الناس إنه عمرهم ما أدركوا هذه المشاهد في حياتهم وقالوا عمرنا ما شفنا هذا المشهد من قبل المشهد عودة المروج والأنهار وإحنا بنأكد دايما للناس وبنقول يعني بصفة مستمرة إن هذه بداية لسه لسه المروج والأنهار اللي هتلاقيها في كل مكان ما حصلتش وزي ما اتفقنا هنلاقيها بإذن الله في زمان البركة في أيام المهدي وفي زمان عيسى ابن مريم بالتحديد تعالوا كمان نشوف هذه المشاهد المهمة جدا اللي بتظهر قصدنا دلوقتي طبعا مشاهد بتباين لنا انتشار المروج في كل مكان خير كبير جدا للأمة الإسلامية وبيتم التعتيم عليه بصورة كبيرة جدا عايز أقول لكم إن الهجمة الشرسة في هذه الأيام بالذات في أرض الحجاز احنا شايفين الهجمة على العلماء وسجن العلماء والدعاء في هذه الأيام سر الهجمة الشرسة أنهم يعلمون جيدا أن زمان خروج المهدي قد اقترب وأن المهدي على الأبواب وأنه على وشك الظهور ده السر في الهجمة الشرسة على العلماء والدعاء بطريقة لم تحدث من قبل في السعودية في أرض الحرامين اعتقال العلماء والدعاء زي الشيخ سعد الحوالي أخو الشيخ صفر الحوالي وزي الشيخ عوض القرني اللي حاكمين عليه بالإعدام ومن قبله الشيخ سلمان العودة ومن قبله الشيخ خالد الراشد اللي القاضي المجرم حاكم عليه باربعين سنة كل ده عشان الشيخ خالد الراشد بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الإساءة فاكرين الرسومات الموسيقى بتاع رسامة دانيمارك لما خرج وانطفض الشيخ خالد الراشد ودي وظيفة الدعاء لكن هم مش عايزين الدعاء اللي بالشكل ده هم عايزين الدعاء الملاكي اللي بيتكلموا يعني حسب ايه بالرمود شغالين حسب الاوامر والتعليمات وطبعا القائمة تطول وتطول مش عارفين الشيخ العريفي اين هو مختفي الظاهر كده لاما معتقل لاما عم نلو تحديد اقامة لاما منعينه من الكلام اجواء كلها رعب ليه لانهم يعلمون جيدا ان الامام المهدي على الابواب وعارفين اي حد بيظن في مجرد ان احتمال ان هو يتكلم كلمتين عن الامام المهدي او عن علامات الساعة فبيتم اعتقاله والتنكيل بيه والشيخ الشريم اللي تم اقلته وما زال لسه في ناس مغفلين طلعين بيتكلموا بيقولوا انها استقالة ومش اقالة وقاعدين بيدفعوا عن الظالمين وعن المدرمين ولا حولة ولا قوة الا بالله مش عايزين نطول عليكم ايها الاحباب انتظرونا باذن الله بعد قليل ما حلقة همة جدا مليئة بالاخبار الحصرية ولعل يعني يكون لنا موعد اليوم مع حلقة بس مباشر باذن الله نحاول نخليها زي حلقة مبارح معدها بدري لا تنسونا من صالح الدعاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته